لا لسه يا عمي لسه سليمان ما شافش اي حاجة ولو انا ماخدوش من ايده ووريته الحقيقة بنفسي حيفضل مخدوع ومعمي عنها طول عمره يا ملك ارجوكي قدري المجهود اللي انا بعمله في السفارة وفي الحزب وفي الدخلية عشان المسائل دي تبقى وانا مش بضيع مجهودك يا عمي بس انا ما زلت معترض على استخدام ورقة الجنسية التونسية للضغط على اي حد في موقف زي ده انا مصرية يا عمي زي حضرتك وزي بابا الله يرحمه وبدافع عن بلدي من خلال الصفة دي مش من خلال الحماية الدبلوماسية والجنسية المزدوجة لو انا كنت شغلي في سونس دلوقتي واتعرضت السخافات زي دي كنت برضو هتعامل بنفس المنطق ومش هطلع جوازي المصري واقول انا يا ستي انا عارف عارف ومتأكد من وجهة نظرك تماما بس انتي كنت عايز ان يعمل ايه يا ملك ده انا قلبي كان حيوف من الخضة وبعدين تهمة قذرة زي دي اللي ينفعش معاها لا تفكير ولا صبر من ناحية تانية بقى مامتك عمال بتروح من ايديا عمال بتتهمني ان انا السبب في كل حاجة وانا اللي دخلتك موضوع السياسة ده وما انا بهتكيش ابدا اللي بخطرها والمطلوب مني دلوقتي اني اقبل اتفاق استخيف لحضرتك وصلتله بتلوعي الروح عشان مامتي تتطمن واننفح حضنها وبسيب البلد تتحرق بلي فيها يا حبيبتي البلد بتتحرق من وانتي في جيتو وهتفضل كده لغاية لما ربنا هيبعت لها حد ينجدها انتي بقى هتعمل يدي دلوقتي السيديها والورقة اللي انطبعة منها ما بقوش معاكي والسيستم اللي كان في ايدك خلاص ما بقاش في ديكي يعني ما عنديكيش هاي حاجة لسه يا عمال لسه في ايدي اهم حاجة اللي هي ايه بقى ان شاء الله سليمان مش ممكن مستحيل سليمان هو هو اللي عمل كده مع ملك يوميس هو الراجل اللي هي كانت بتتكلم عنه وبتقول انه دخل عليها الشاليه وطلع منها اللي ايوا هو يا دكتورة لا مستحيل سليمان كان بالغرداء هو بنفسه مكلمني من الغرداء في نفس التوقيت اللي كانت ارجوك يا دكتورة تهدي وتركزي كده انا لسه عندي كلام اذا ازاي واركز في ايه انا مش هتكلم في اي حاجة من قبل معرف اللي تقال ده مصدره ايه بالزبط يعني يعني ده سنتاج شخصي من حضرتك ولا معلومة جات لك من مش ممكن انا مش هسدق الكلام ده مش هقدر مش هقدر ارجوك يا دكتورة تهدي ماينفعتش كده اهدي عشان خطري ابعتيني كوبات لمون بسرعة اسمعيني يا دكتورة بل ايش يا معسمي هتقولش الكلام ده تاني ارقوك ملاك يونيس بالذات يا سلم وش معنى انا بالذات يعني لانك الوحيدة اللي في الخنوات الفضائية كلها اللي مصممة تعملي مشاكل ما لاش اي لازمة مع انك ذكية والمفروض تفهمي كويس قوي ان الجنسية المزدوجة اللي مع حضرتك دي دايما هتحطك في بقرة الشك مش بالنسبة لنا احنا بس وبالنسبة لعموم الشعب المصري كله وساعدتك بقى بتوجهلي التحذير ده دلوقتي عشان حاريس علي انا شخصيا ولا حاريس على الشعب المصري انا حاريس على امن الدولة يا استاذة والمهمة دي بالتحديد مش هتهاون فيها مع اي حد مهما كان اسمه وصفته وشخصيته في البلد وبنبيك اي كلمة هتطلع بخصوص الاتفاق اللي احنا اتفقنا لله دي انا مش ارخمك بقولك ايه يا سيادة الرائد مدام الاتفاق تم على خير والصفقة نجحت والحمد لله ما تيجي نخرج من المسرحية المملة دي ونحرق الورق اللي بيننا ونتكلم عالمكشوف لا 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 كفاية كده يا ملكة جوكي كفاية انا تعبت وعصابي اتدمرت في الليلة الفضيعة دي كفاية كده بليز اوكي يا عمي وأنا ميهونش على يا تعبك بس صدقني يا حازم بيه انت فعلا خدمتني خدمة كبيرة قوي لان كل تقيقة قضيتها في الحاجز بتاعك قربتني مربانة قوي وعلمتني ازاي اوكله اتعاشم فيه لحد ما اتأكدت انه حيردلي كل حق اتعذر من دمي وكرمتي وصمحتي ازاي اللي ساعتك بتطلبه مني ده فوق تقتع مقدرش أعمله مقدرش لازم تقدر يا دكتورة لازم تسيطري على نفسك وتتحكمي في عصابك احنا فوقت صعب جدا ما استحملش اي دروب زي ده ده الانتخابات بعد اسبوع انا مش قادر افهم ايه علاقة الانتخابات باني اواجه جوزي وحسبه على الكتب والخيانة اه اه ايه علاقة الانتخابات بمواجهتك لجوزك لو سيادتك متصور ان الخلاف اللي حيحصل بيني وبينه ممكن يخرج برح دودك لا يا دكتورة مش ده سبب حرصنا عليك اتمانك للموضوع ماليه بس ايه اللي ممكن جوزك يا دكتورة الدكتور سليمان العريني نفسه هو السبب في الحدوتة دي من اولها حدوتة حدوتة دي عضوية الحزب وترشيحك للمجلس ودخولك لانتخابات نعم يعني يا سليمان هو اللي خلكم بص يا دكتورة احنا وصلنا مع بعض المرحلة تسمح لنا باقصى درجات المكاشفة والصراحة وانا الحقيقة ما كنتش أحب انك تعرفي أبعاد الحكاية إلا إلا لما تاخدي كورسيكي وتلي واحدة مننا لكن الظروف الأخيرة اللي حصلت أرغمتني على كده يا فندم أنا كده قلقت جدا من غير قلق يا دكتورة وبصراحة كده الحكومة هي اللي قررت تصفي ملك يونس وتحمي البلد من شغلها القذر مع الأجانب تحديداً المساد عشان كده كلفنا مجموعة سرية ينفزوا المهمة دي في السحل الشمالي وفي لمح البصر طلع لها جوزك من تحت الأرض وأنقذها في آخر لحظة وعشان الناس اللي بتنفز حريصة على إنها تكمل المهمة خطفوا الدكتور سليمان وهو خارج من عندها عشان يبلغ الإسعاف وما كانش معا حاجة تثبت شخصيته اللي تعمد يخبيها عنهم فطبعاً هم مشاكوا فيه وفكروا إنه واحد من اللي شغالين معاها عشان كده احتجزوا عندهم لحد ما عرفنا الحقيقة وعرفنا هو مين وبصراحة كده يا دكتورة لو واحد تاني غير الدكتور سليمان العيرين اللي عمل كده كنا ضحينا بيه وكمان حرصاً على أمن البلد وعلى سرية المهمة طبش معنى سليمان اللي انتو حفزته عليه وبقيته مصلحته على مصلحة البلد مين في الحكومة كلها حريص على حياة سليمان وعنده القدرة إنه يقدم عشانه استثناء زي ده أمين عزام أمين عزام لما المعلومة وصلت لأمين به انفجر فينا كلنا وبهدلنا بهدلة ملهاش وصف كأننا خطفنا أخوه الصغير أو واحد من عائلته ووجه لنا تهديد مباشر وصريح بإن اللي حيمس شعر واحدة من الراجل ده أو يجرحه بخربوش صغير حيدفع قدامها رقابته ولما حازم فودة حاول يشرح له خطورة الموقف وإن أمن الدولة ما يعرفوش حدود العلاقة اللي بينه وبين ملك ومش ضمنين رد فعله لو قدر يكشف الولاد اللي خطفوه ويعرفوا إنهم حكومة والكلام اللي حيتنطور في كل حتة لو رجع مصر سليم اتصرفوا اعملوا أي حاجة الراجل ده لازم يرجع بيته من غير أي شوشرة مهم مش معقول أتبح الإنسان اللي عنقص حياتي كل دكتور شافني بعد العملية قال لي اللي حصل لك ده معجزة أهم أنا كفقوا واقتلوا لا لا كل ده عشر خطر يا باقكو مش هيحصل احنا كمان كنا محتاجين معجزة عشان ننفذ الطلب الغريب ده والعجيب في الحكاية إن المعجزة حصلت عن طريق ملك نفسها وعملتيه ست ملك دي كمان حاجة بسيطة جدا طلعت في اللقاء التلفزيوني الشهير اللي عملته في مستشفى الوفاء وحكت للناس إنها ما تعرفش اللي دخل عليها الشلي وأنقذها من الموت وبكت بالدموع وترجط ويظهر عشان تتعرف عليه أنتي طبعا شفت اللقاء ده أو حتى أيوة شفته شفته أنا بس أصد علاقة اللقاء ده بالمعجزة ما هو ده اللي أكد لنا إنها ما تعرفش أي حاجة عن الدكتور سليمان وإنه ما كانش فيه أي علاقة بينهم وإن المسألة كانت مجرد صدفة بحتة والمباحث برضو عرفت بطريقتها إنه هو ما عرفش مين اللي خطفه لهم مين ولا مع مين ولا عايزين إيه من ملك يونس وبكده انتهت خطورة سليمان العريني بالنسبة لنا وقدرنا نفس طلب أمين بيه ونرجعه لك بالسلامة من غير حتى ما هو يفهم إيه اللي جراله بس بعد ما خدت موافقة نهائية من أمين بيه على ترشيحك للمجلس أيوة ليه بقى؟ وإيه أنا دوري في القصة العظيمة دي؟ وإيه اللي خلاكم؟ عشان إحنا كنا متأكدين إن الدكتور أول ما هيرجع مصر هيروح يدور على ملك يونس ويعرفها بنفسه ويدور ما بينهم جدل كبير عن اللي حصل في الساحل وهيحكي لها عن الخطف والاحتجاز واللي حصله بسببها وهي ما هتصدق تشبط في المادة الإعلامية العظيمة دي وتسرح بدماغه وتفهمه إن الحكومة بتطردها عشان بتدافع عن حقوق الناس ووقفة ضد الفساد الاستوانة اللي دايماً الصحفيين مسكين فيها دي وحتستأزنوا إنه يسمح لها بنشر الحكاية وعرضها على الرأي العام فكان لازم نضمن إن الدكتور سليمان العريني حيرفض العرض ويقطع علاقته بملك يونس للأبد وإيه اللي يضمن الموقف ده من سليمان؟ إنه يكون العرض ده ضد مصلحته هو أو أو ضد مصلحة مراته مش معقول الحزب يرشح مراته وهو فتح النار على الحكومة ومسلم نفسه الصحفية مجنونة عاملة منه عصاية معارضة وبتلعب بيه وبسمعته وحتى لو هو وافق على كده أنت مش ممكن توافقي إحنا عارفين قدراتك كويس وعارفين مدى سيطرتك على كل حاجة تخص سليمان العريني باب خلفي للسيطرة على جوزي ومنعم التهور وكشف أسرار تخص لا يا دكتورة لا ما تخلنيش أحس أني مخدوع في ذكائك أنت لو متستهليش المنصب ده عمرنا ما حنديهولك دي سمعة حزب بحاله يا دكتورة إحنا أدركنا مدى أهميتك لينا بصرف النظر عن السبب الأساسي اللي خلق فكرة ترشيحك مش كان المفروض تديني فكرة عن السبب الرئيسي ده قبل سيطرتك ما تعرض علي العرط ده كنت هتحسبيها بنفس المنطق اللي قلت يه دلوقتي وما كنتش هتشتغلي بالحمس اللي عايزينه منك فقلنا نستنى لما الانتخابات تخلص وانبركلك وساعتها هتغيري كل حساباتك لكن للأسف جوزك هو اللي خلانا نغير حسابتنا كنا متصورين إن علاقته بملك هتوقف عند حد معين ولما يحس إنها بتضر بمصلحته أو مستقبل مراته حيقطعها فورا ومش مش هو ده اللي حصل لا يا دكتور العلاقة بينهم ما وقفتش عند مجرد الجميل الشخصي أو المعرفة الطيبة أو حتى الصداقة العلاقة بينهم اتطورت وتجاوزت المعنى ده بكتير وجوزك فلسف الحكاية في دماغه ودها معنى أكبر من حجمها وتعامل مع ملك على إنها حمامة من الحمام اللي بيربيه في السيدة زينب صياده طاربها طلقه قدامه وجري عليها وعليجها وصمم يحتفظ بها فشته وما يتخلاش عنها هي كمان ولفت عليه واعتبرته رمز الأمان بالنسبة لها والإنسان الوحيد اللي حينقذها من غادر الصيادين والحمامة خرجت النهار دي يا دكتورة بعد ما الصياد حبسها سبعة أيام فردت جناحتها وشمت الهوى وسليمان عارف ومتأكد إنها بمجرد ما تطير وتنفد بجلدها حترجع له تاني في الحال وحتبيت فعشته وحتحكي له على كل حاجة وإيه هي كل حاجة بالصبت يا محسن بي اللي انت قلقان إنها تحكيه إن الحكومة بتطردها في كل مكان وبتلفق لها تهم مزيفة وده من وجهة نظرها عشان موقفها المعارض للفساد اشتركوا في القناة